بس بلانيك ده من الموضوعات اللي ايه البسيطة كده هو كل بقى الحاجات اللي بقية كلها شاباتر صغيرة كده مش طويضة زي الفركاستن ان الفركاستن ده موضوع كبير قوي يعني زي ما قلت ممكن يتاخد في كورس ولا اتنين كمان عشان نعرف كل حاجة هي بقى موضوع الـ اللي احنا هنتكلم فيه هي طبعا الـ هنتكلم طبعا على هنتكلم على هنتكلم على هنتكلم على الخاصة بالـ وهنتكلم على بعض الخاصة بالـ ازاي تعمل توسعاتي كماشاتي كله وهنتكلم على الـ اللي بتستخدم فيه الـ ده الموضوع اللي احنا نتكلم فيه ان شاء الله هناخد في النص ساعة دي شوية الجزء النظري بعد كيه ناخد بريك ونرجع ناخد الجزء العملي ان شاء الله اول حاجة كلمة الـ هنوصد به الكاباستي دايما هو يعني انا بتكلم على مصنع يبقى اقصى كمية ممكن انتاجها خلال السنة هي دي الكاباستي بتاعت المصنع لو انا بتكلم على آلة يبقى اقصى كمية ممكن تنتجها الآلة في الساعة يبقى هو ده الكاباستي في الساعة في السنة يبقى الكاباستي في السنة ان سعود فانا دايما عندي وعندي unit of time. عادة انا احنا بنحسب الكاباستي بتاعت المصنع بالسنة. تير تحولها الى يوم الى شهر الى ساعة. زي ما انت عايز حسب المصنع بيشتغل ادي. اذا اقصى كمية ممكن انتاجها خلال الفترة زي ما نموانا. دي بنسميها دايما الكاباستي. كمة operating unit ممكن تكون plant لور مصنع ككل. ممكن يكون department لور مصنع. ممكن يكون machine. ممكن يكون store مغزن او worker عامل انصر. دي كل دي ال operating unit. انا ممكن احسب الكاباستي بتاعت العامل. يبقى العامل بيقدر ينتج عشرين واحدة في الساعة. او خمسين واحدة في اليوم. او عشر تلاف يوحدة في السنة انصر. بدي الفكرة بتاعت الكاباستي. طبعا لها definition زي كتير لسا نتكلم معنا بالتفصيل. الكاباستي planning اللي هو موضوع الشابطة ده. هو ان انا بعمل matching ما بين جانب supply وجانب demand. يبقى انا عندي دايما ال supply capabilities بتاعتي. خلاص ان انا بنتج قد ايه خلال regular time. بشغل العمال overtime بنتج قد ايه. ازاي اقدر اعمل outsourcing قد ايه. الفصوص دي قد ايه. دي من سلمها supply capabilities. اللي هو اللي كنا نتكلم عنه من شوية. اللي هو يجي لك من الناس بتوع المارتينج. فعشان كده هيبقى هنا بالنسبة لي. demand جب. ده ايه. ال expected demand او predicted demand او forecasted demand لفترة الخطة اللي انا بعمل لها ايه. الدراسة بتاعتي. انا بعمل خطة سنة اثنين تلاتة عشرة. دايما الكاباستي بلانيج بكلم على فترات اكتر من سنة. ال aggregate planning فترات من شهرين الى سنة. هنتكلم الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله. الاستراتيجيك كاباستي بلانيج نقصد به هو عبارة عن long term كاباستي بلانيج. يبقى الكاباستي بلانيج ان انا بعمل matching ما بين supply capabilities و predicted level of demand. الاستراتيجيك كاباستي بلانيج هو نفس الكلام بس على فترات طويلة. بنعمل لها خمس سين عشرة سنين يعني long term كاباستي بلانيج. دايما الشركات بتعمل الاستراتيجيك كاباستي بلانيج على الاقل مرة واحدة في بداية حياة المشروع. لكن هل بنكفل بالمرة دي وخلاص على كده؟ لا. اثناء التشغيل الفعلي بتظهر الحاجة مرة اخرى انك انت تعيد الاستراتيجيك كاباستي بلانيج بتاعتك. طب ايه الاسباب? ايه الريزونس اللي بتخليك تعمل الكاباستي بلانيج. اول حاجة اللي تشينج في ال demand. يعني ممكن مستوى ال demand يتغير. انت مثلا كنت شغال على level in demand في الاريا اللي انت تشغل فيها في ال product اللي انت تشغل فيه. مثلا مئة الف يونت في السنة. نتيجة بقى للتطورات العمرانية والكلام من ده وانتخال السكان. ال demand بقى الضعف. او انت عملت forecasting لقيت ان في خلال الكمس سنين القادمة ال demand هيبقى ضعف الوقت الخالي. اذا انا لازم اعمل عشان اعمل توسعات تتواكب مع ال level of demand اللي هيتغير. طب انا لقيت ال demand هيبقى النص. هيقل اللي بقى مش هزيد. فلازم اعمل سياسة انكماشية او اتحول لمنتج اخر وهكذا. يبقى اول حاجة التغيرات في ال demand. ثاني حاجة اللي بيحصل في التكنولوجي. احنا مشوف التطور التكنولوجي. سريع يظهر لخط انتاج جديد اسرع في الانتاج بنت الكمية اكبر خلال الساعة. الارز اللي بتحصل اقل. يعني التطور التكنولوجي بيترتب عليه ان انا لازم اعمل برضو من ضمن الحاجات اللي تكون سبب ان انا اعمل هي ال opportunity للتحسين. انا عندي فرصة ان انا احسن. ظهرت اسواء جديدة عايز اخش فيها. يبقى دي opportunity استفيد منه. تمام? التغيرات اللي بتحصل في ال environment. يعني ساعة مثلا تلاقي اماكن فاضية وفيها مصانع طوب. بعد كده الزحف العمراني او مصانع اسمان تقربت من اماكن دي. على طول لازم تتقرر تنقل في حتة تانية. خلاص قبل ما الحكومة تقفل لك المصنع. يبقى انا لازم ايه التغيرات اللي بتحصل في ال environment بيضرات طبعا لها ان انا اعمل تباس بلان. برضو من اللي منافسين. انت شايف المنافسين اعمالي تطوره. وانت محلك سر يبقى انا في هزا الحالة لازم اواكب التطور اللي بيحصل فيه المنافسين. فلازم اعمل strategic capacity plan. ازان انت لو بتعمله في بداية حيات المشروع لازم هيتعمل تاني نتيجة للحاجات. الحاجات دي لو سابتة مش محتاج تعمل غير هو مرة واحدة. يعني لو ال demand ما بيتغيرش. التكنوليش بتغيرش. ما فيش منافسين. ما فيش فرصة للتحسين. يبقى انت مش محتاج تعمل capacity planning. طيب احنا قلنا في ال definition بتاع capacity planning ان انا عايز اعمل matching ما بين حاجته. جانب supply و جانب demand. جانب supply من المسؤول عنه? ال operations. جانب demand من المسؤول عنه? market. طيب دايما ببقى فيه gap ما بين supply وما بين demand. طبعا لو كان ال gap دي zero. يعني لو كان supply بيسوي demand فانت الادارة بتاعتك هتبقى سهلة جدا والدنيا مش محتاجة تعمل capacity planning هو مرة واحدة تطرص الموضوع. لكن الدنيا مش كده. الدنيا مش كده. دايما فيه gap ما بين supply وما بين demand. فمنقول المقصود بcapacity gap هي عبارة عن gap between current capacity اللي هو supply and desired capacity. يعني demand ساعات بنسميه desired capacity. والسابلاي بنسميه current capacity. يبقى انا عندي ايدي current capacity ليه supply. والبزار دي zero capacity اللي هي demand. فهنا الجاب هي الفرق ما بين الاثنين. فانا هنا بالنسبة لي دايما فيه gap في الواقع العمل. طيب انا عندي الجاب ليه اتجاهي. يعمى ان current capacity ليه supply لزان desired capacity ليه demand. يبقى انا بقولي ان انا under capacity. يعني ايه كلام ده? يعني اتفردان امكانيات الحالية قدران تجنيت الف يونت في السنة. بس ال demand على المنتج ده مئة وعشرين الف يونت. يبقى انا supply للزان الدمان. دي بقى انا بقولي ان انا under capacity. وال under capacity دي لها شوية عيوب. ان انا عندي strength resources اللي تصبحتك. متأيدة وبيحصل عندك. احتمال ان كنت هتفقد العمله. ليه? لان الناس دايما بتطلب الكمية اللي ايه عزاها? ما هتقدرش انت تنبي كميات بالكامل. بتأخرها الامور ده كلها. فده بيترطب عليه. losses of customer على الاجل الطويل. ليه? لان ال customer ممكن يستنىك مرة اثنين تلاتة. لكن مش على الطوب بقى كل ما يجي لك تقوله ما فيش. هتقوله استنى الاسبوع كي. تمام? فلو انت في شركة اكبر هتقدر تستبيد من العمله ده. العمله دي وهتاخد ايه الزبون منك يعني. تعالي شوف لو كان العكس. لو كان current capacity اللي هو supply greater than desire capacity اللي هي demand. فبقول ان انا over capacity. انا امكانياتي اقدر قلتك مئة وعشرين الف. لكن ال demand المطلوب منك في السوق مية بس. يبقى انا عندي ايه? over capacity. طب ال over capacity هترطب عليه? هترطب عليها من ال operating cost بتاعك هتبقى عالي. عندك طاقة غير مستغلة. فتكاليف التشغيل هتبقى عالي. ان دايما تكاليف تشغيل المصانع الكبيرة اعلى بكتير من تكاليف تشغيل المصانع الصغيرة. ال operating cost بتاعت large companies دايما greater than operating cost بتاعت small factors او المصانع الصغيرة. لكن ما تنساش ان ال average cost per unit من المصنع الكبير اقل بكتير من average cost per unit من المصنع الصغير. وده اللي بيخلي الكبير يدوس على الصغير ويفل له المصنع. ليه? يبقى مصنع كبير ومصنع صغير. الاتنين بينتجوا نفس المنطقة. المصنع الكبير ال average cost per unit مثلا 10 جنيه. المصنع الصغير ال average cost per unit مثلا 12. انا ممكن كمصنع كبير يبيع ب11 وبكسبان. التاني مش هيقدر يبيع ب11. هيخسر. لان هو بيكلفها 12 اصلا. فانت ممكن بقى تشتغل عليه سنة ولا اتنين تبيع بال11 دي. فهو مش هيقدر يتحمل الخسار مدى الحياة. بقى كده بقى خلي السعر باشين زينا بتاعيز. بقى انا كده ايه? الحاجتين دول محتاجين بقى الجاب دي محتاجة management. خلاص? عشان ادير الجاب دي ازاي? هو ده اللي احنا نتعلمه في الشابتر ده. والشابتر الخاص بالaggregate planning ان شاء الله. لكن لو كان دي الايديال situation بقى بتاعي. ده انت كده هي تحط الرجل على رجل والدنيا ماشي اخر تمام زي الساعة الوحيدة. لكن الواقع للأسد مش كده. فبلا ما نيجي نعمل الcapacity planning. ايه الاسئلة اللي انا بسألها لنفسي? اول حاجة ان نبنان على ال forecasting of demand. انا بشوف دلوقتي الامكانيات الحالية انا عارف? انا عارف ان انا اقدر انتج مئة الف. طب عمالنا forecasting in the demand. طلع مئة وعشرين. يبقى انا بحدد how much is needed? انا محتاج فرق ديه لو عشرين الف. خلاص? والكلام ده when it is needed? انا محتوي امتى? what kind of capacity is needed? هل محتاج ان انا اعمل توسعات ولا اعمل انكماش? يعني لو كان supply greater than the demand دي بقى هننكمل شوية او استغل للفرق ده ان انا اعمل outsourcing للغير. ولو كان العكس طب الفرق ده هجيبه منين? خلاص? يبقى هجيبه هل ممكن هعمل outsourcing يخلي الغير ينتج لي? او ممكن انا اشغل العمال overtime? او ممكن انا اشغل shift زيادة? انسوا انا في طرق مختلفة نتكلم معنا بالتفصيل ان شاء الله. احنا الشابطة ده والشابطة لبعض. مرتبطين ببعض. زي ما هنشوف ان شاء. اذا انا هنا دايما. الاوبريشنز مانجر بيحدد what kind of capacity is needed? هنا بقارن الوكاست بالدماند وبحتاج ان انا محتاج ازود الكاباستي ولا اقلل الكاباستي. واني تزنيد بحتاج الكلام ده امتى? وهو متش الكمية دي. اي دي الاسئلة اللي بنجاوب عليها في الكاباستي بلانك. طب الكاباستي بلانك ده بتعمل كل قد دي. بنقول ان بعض الاحيان بعملو very infrequently. يعني بعملوش كتير. وبعض الشركات بتعمل الكاباستي بلانك ريجلر لي. طب ده بيعتمد على ايه? ايه اللي بيخلي شركة? كل يوم عايزة تعمل الكاباستي بلانك. ويهي اللي بيخلي شركة كل عشرة سنين مرة عشان تعمل الكاباستي بلانك. ده خلو ايه ده غير البروداكشن بلانك. ده قصة تانية اللي هنتكلم فيه المارك الجاية. اللي تحت عنوان بلانك ده حاجة ده. اول فاكتور بيحكم القصة دي الاستابيلتي اوف ديماند. لو انت الديماند عندك ستيبل. سابط انت عارف الديماند حوالين الميزيت شوية وليلي شوية. مش بانتاج اعمل استراتيجيكة بس بانك كتير. مرة كفاية كل سنة ولا سنتين. لكن لو كان الديماند مش ستيبل في فلاكتويشنز عالية في الديماند. يبقى اننا لازم اعمل الكلام ده regularly. يعني كاني كل سنة لازم اعمل استراتيجيكة بس بانك. اخيم الوضع الفعالي وشوف ما احتاجها توسع ما احتاجها فيما اختار المنتج ادخل منتج جديد هو ده. الامبريل اللي بيشتغل هو الاستراتيجيكة بس بانك. تاني حاجة الريتوف تكنولوجيكال اتشينج. لو انت شغال بقى في اه صناعة المعدة للتطور التكنولوجيا سريع زي اغيسط الكمبيوتر والكلام من ده والسوفت ويلز. يبقى انت لازم تعمل الكلام ده باستمرار. لكن لو انا كل تبتجيك كباستي كتير. بعض الفاكتورز الاخرى اللي بتأثر فيه برضو عدد مرات انك تعمل كباستي بلانينج كل سنة كل اتنين ولا كل عشرة. نوع البرودكت والسيرفيس اللي انت بتقدمه. وهل البرودكت ده مرتبط بالسطايل زي الموضة في الملابس والكلام ده. يعني تلاقي كل مثلا اربع خمس سنين الستايل بتاع الملابس بتاع ناس بتغير. فاللو انت متتغيرش يبقى انت شغال في الموضة والناس تشتير حاجة تانية خالص. فعشان كده لازم ايه? النوعيات دي من المنتجات لازم يتعمل فيها استراتيجيك كباستي بعدد مرات اكتر من الشركات اللي الموضة. ما لاش اي تأثير في البرودكت. طب القرار الخاص بالدسجين. دي انه هو مهم. الكباستي هنا ان انا لسه بعمل مصنع وعايز ابني المصنع. فنشوف ايه تأثير القرار ده آآ علي. اول حاجة ان القرار ده مهم لانه دايما بيمباكت الابلتي توميت الفيوتر ديمان. يبقى هنا القرار الخاص بالستراتيجيك كباستي بتاعتي ده بيأثر دايما على قدرتي ان انا اقام قابل او اقدر احقق او الابي الطلب المتوقع في آآ مستقبل. يبقى هنا بيمباكت آآ الابلتي توميت الفيوتر ديماند. انا لو عني مصنع كبير او قررت ان انا ابني مصنع كبير اكيد قدرتي ان انا اواجه الزيادة اللي بتحصل في الديماند اعلى من اللي ان انا قررت ابني مصنع سواك. حاجة تاني. ان دايما القرار ده بيأفقت الابريتين كوست. احنا قلنا من شوية ان دايما تكاليف تشغيل المصنع الكبير اعلى من تكاليف تشغيل مصنع صغير. فلونا قررت في بداية حيات الموشوع ابني مصنع كبير اكيد تكاليف تشغيل هتبقى اعلى من آآ تكاليف تشغيل مصنع صغير. آآ نفس القصة لو انت ارض زراعية اشتريت ميت فدان غير خمسين فدان. تكاليف تشغيل خمسين فدان اقل من تكاليف تشغيل ميت فدان. يبقى دايما القرار ده بيأفقت الابريتينج كوست. تاني حاجة ان القرار ده بيبقى في الانيش الكوست. الانيش الكوست اللي هي التكلفة الرسمالية اللي انت هتكلف بيها المصنع بتاعك او هتبني بيها المصنع. فلو انا ابني مصنع صغير هيكلفني خمسة مليون. المصنع الكبير هيكلفك تلاتين مليون. يبقى هنا القرار ده يعتبر في الانيش الكوست اللي هي التكلفة الرسمالية للمشروع. القرار ده يعني ايه? يعني انا قررت أبني مصنع كبيري. بقى أنا مفهول بنيه عشان أستغل له الفترات القادمة. مش هبنيه النهارده وبعد الزوء ده ده كبير علي فهنهدي نص سوية. طبعا. في كمتمنت في الأجل الطويل لكن ده هتستخدم المصنع لانت عبره. برضو القرار ده بيأفكت كدرتي على المنافسة. دايما المصارع الكبيرة لها كدرة على المنافسة أعلى من المصارع الصغيرة. القرار ده دايما بيأفكت يعني ايه بيأفكت حتة الجاب. الجاب لو كانت كبيرة بين السابلاي والمانجمنت يبقى أنا عشان ندير الجاب دي محتاج إدارة وعية وإدارة فهمة والتعامل ده كله. لكن لو كان الجاب صغيرة موضوع المانجمنت ده هيبقى أي حد يعمله. مش محتاج حد على القرية. وبالتالي يبقى أنا لو كان احنا قلنا أن السابلاي ساوي الدماند. أنا بنيت مصنع بينتج مية والمطلوب مية. خلص انتهى الموضوع. الدنيا سهلة جدا. لك إذا أنت بنيت مصنع بينتج مية والدماند مية وخمسين أو بنيت مصنع بينتج مية والدماند سبعين. فأنت إما في حالة لو أنت عندك أوفر كباسي فأنت تحاول تتعاقد مع الغير تعمل لهم شغل من الباطن ولمولده حشان تستغل اللي عندك. ولو كان العكس أتعاقد مع الغير ينتجولي. أو أن أنا أشغل عمال وقت إضافي أو أستخدم الانفنتوري أو قصص كثيرة من الكلام ده. طبعا موضوع الجلوباليزيشن بيزود الكمبليكس بتاعت الموضوع ده. ليه؟ لأن الجلوباليزيشن أصبحت أنت دلوقتي المنافسة مبيتش منافسة داخلية بس. ده أنت كمان بتنافس شركات علامية. خلاص يعني أنت مثلا أمريكا فاتحة مصانع في الصين. تمام؟ طب يلي بيخلعه إيه؟ وبتنتج المنتج في الصين وتنقله أمريكا وهيطلع أرفص منه لو أنت أجوه في أمريكا. بسبب طبعا أن العملها في الصين رخيصة جدا. يعني أمريكا طبعا الأجور عندها عالية. يعني مثلا أعتقد أقل لولاية دلوقتي أجر الساعة اتناشر دولار. الساعة. ده أقل لأجر. وأنت العام لو يشغل ثمان ساعات في اليوم فثمانية فاتناشر بستة وتسين يعني مئة دولار في اليوم. مئة دولار في اليوم يعني تلات تلاف جنيه في الشهر. تلات تلاف جنيه اللي فيها عنده الناس بتبغضهم في الشهر. لكن في الصين أجروا في الشهر مش هيكمل مئتين تلتمائة دولار. لكن في أمريكا الأجر في الشهر تلات أربعة تلاف دولار. فعشان كده بينتجوا في الصين وينقلوا المنتجات كلها وديوها. أمريكا أرخص من هو انتجها في أمريكا. فأصبح في منافسة في الصين وهو بينفسها شركات أمريكية. طبعا القرار الخاص به بيأثر على على عشان نعمل بقى خطة لمدة خمس سنين أو عشر سنين بيتأثر فيها حجم المصنع اللي أنا قررت في البداية منيه. مصنع كبير ولا صغير ولا موضوع. إذن كل ده بيبين إن ده قرار مهم. يعني ده قرار مهم. المفتوض إنه هو يؤخذ بعينك. بعض الترميناولوجيس تغصى بالكباستي بلانينج. عندما تقرى مثلا في الجرايد وتلاقي يقولك إن الدولة هتبني مصنع لإنتاج البترو كيميائيات طاقته الإنتاجية مية وخمسين ألف طن في السنة. الكلام اللي بتقال ده ده يسمه الدزاين كباستي. يعني إيه الدزاين كباستي؟ الدزاين كباستي نقصد ده الماكسمم أو أو كباستي أو أو يعني هو المصنع فعلا إنه ينتج المية وخمسين ألف طن. لكن تعال انتجهم استحالها تنتج. استحالها هتقدر تنتج. فالدزاين كباستي دي دي حلم كده الشركات اللي يكون بطرف الحق يعني إنساء. ليه؟ لأن الدزاين كباست ده بيفتارد يعني المصنع اللي أنا بقول لك عليه ده هينتج مئة وخمسين ألف طن بيترو كيموائيات ده ولا كيموائيات في السنة. ده بافتراض إن المصنع هتشغل 24 ساعة في اليوم. بافتراض إن المكان بتاع المصنع ده مش محتاج سيانة. مش مفتراض إن المصنع ده هيتعطل. الكهرباء هتقطع. العمال هتتعارك. العمال هتغيب. المدير المشروع بتبالو. يعني هو بيفتارد. والايدال كونديشنز دي مستحيلة تحصل. خلاص؟ وبالتالي بالدزاين كباست ده. اللي هي المية وخمسين ألف طن اللي بقوله علي دي مش هتحق. نيجي بعد كده الافكتف كباست. الافكتف كباست دي تحق. بيحض الدزاين كباستي. اللي هم المية وخمسين ألف طن. وابدأ أخصم شوية ألاونسز. يعني شوية ألاونسز. زي البرسنال طايم مسلا. الوقت اللازم لأجازات العمال. ما هم مش كل العمال هنشتغل تلتمية وخمسة وستين يوم في السنة بدون أجازة مش هيعية مش هي. الامور دي كلا. مش هيطلع معاش. لا. فهنا ببدأ أخصم الوقت اللازم لأجازات العمال. أبدأ أخصم الوقت اللازم لصيانة الألات. بقى في الآلة عن العمل خمس ساعات. طب الآلة دي بتنتج في الخمس ساعات ألف يونت. يبقى لازم أخصم الديزاين كباستي الألف يونت. إذا أنا هنا. هي عبارة عن الديزاين كباستي. ماينس بعض الألاونسز. وبالتالي لازم الديزاين كباستي تبقى أقل من الديزاين كباستي. طب برضو شغالين في الحياة الوردية برضو. يعني إيه؟ أنا بتكلم على الحاجات اللي هي. الأجهزات الرسمية اللي هي فدى العام. لكن جي العامل النهاردة تعبان أجازة عرض. مش متاخدة في الحزبان. المكنة شغالة السير تقطع. إحنا كنا خاصمين. وقت الايه؟ الصيانة الدورية اللي هي بتتم. لكن في حاجات فجائية بتحصل. عطال فجائية بتحصل. المكنة عطل. هاتش تسمي الكلام ده؟ من الـ الـ عشان توصل للـ الـ اللي هيحصفه باخر. يبقى أن الـ 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 ده الواقع بقى. العامل أجازة مجاش النهاردة. الـ طلبناها تخارط عام معادها. كل ده مش متاخدة في حزبان فوق. يعني في الـ يعني أنا متعاود الـ الـ بتاعي تلات تيام. يبقى تيجي كل مرة بعد تلات تيام. لكن انت في الواقع لا. هي بتيجي آه بعد تلات تيام. لكن ممكن مرة لو تيجي بعد خمسة. عربية تعطيلت في السكة. اللي جايبها الحاج. تمام؟ أي حاجة ممكن تحصل في الواقع بها. فهيلاقي الـ إذن الـ ده بقى الـ 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 اللي بيحصل. اللي هو بقى بظروفه الحلوة والوحشة. ده الواقع. فهنت دايما تلاقي الـ أقل من الـ والـ يعني لما أقول لك المصنع هينتج 150 ألف وطن في السنة. ده الـ نيجي نحسب الـ تطلع مثلا مئة وعشين ألف. تيجي الأكشور تليه تسعين. يشوف تسعين، مئة وعشرين، مئة وخمسين. فلازم الأكشور يبقى أقل من الـ والـ أقل من الـ من فهمنا كده الفكرة؟ مثل ما أقول لك حاجة تلك. نحن مثلا، الطريق الصحراء في المصر الكندرية مثلا، مئة وعشرين كيلو. خلاص؟ فأنت المفروض لو أنت ماشي بسرعة مئة كيلو مثلا، أو مئة وعشرة كيلو، هتعودوا الطريق ده في ساعتين. هل أنت جربت كده الطريق؟ يعني هيأخذ منك الساعتين؟ ما بتحصلش، لأن إيه؟ لأنك أنت هو الساعتين دول، فهو ده، كأنها لكن هنا بيفترض أنك أنت مش هتهدي عشان العربية اللي قدامك مهديك، مش هتهدي عشان تنقل من الحارة للحارة، مش هتلاقي إشارة لينة مرور حتى مقفة طابور للعربيات كيلو قدام، فأتعطي كل ده مش محظوظ في الحزبات، في الدزاين كباستي، الأفكت الكباستي إنه هو بقى الوقت اللي لازم لك أنت ما سهتريح في النص عشر دقائق، عشان تشرب لك كوباتشا، لكن مش معمول حسابات اللي إيه، الحاجات الفجائية اللي ممكن تحصل، الكويتش ريح فوقفت تغير العجل، مش معمول، فتلاقي في الآخر اللي هو الطريق اللي قدت هتاخده بساعتين، هتقعد فيه أربع ساعات، هذا الأفكتب. الـ الإفكتب، قابوا ساعتين داي بقى ساعتين ونص أو لك ثلاثة، دي الفكرة بتاعت الإيه، التليميناورجس الخاصة بالكباستي، هل عدى عنده أي استرصال فيها؟ طب دكتور، نسب بتحسب يعني اللي هو يعني مثلا بتكون كم في المية مثلا من الدزاين او الاكتيوال. لأ ما فيش نسب. انا هاديك مثال بالارقام دلوقتي ياهو. لكن هي ما فيش نسب سابتة تقدر تقول النهاية دي ما يجب ان يكون. لكن انا هقول لك ايه اللي بيأثر فيدي وايه اللي بيأثر فيدي دلوقتي. يعني شوف كده مثال على الحتة دي. احنا دلوقتي بالنسبة للثلاتة ماشي اسمال عليهم اللي هم والاكشل الاوتبات والافاكتوف كا باستي والدزاين كا باستي منهم بنحسب نسبتين perch اقوام الايفشنسي وحاجة از havoc. الايفشنسي ان انا بقى اسم على الايفشنسي. ايبه هنا مادة كرب الاكشل اللي انا انتاجه من الايفشنسي بتاعت الادارة. والآن بنتقر الكلام ده في مياه عشان نطلعها بالنسبة مقوية. فانا مثلا الاكشل اوتبوت بتاعي مثلا تسعين الف. والاكشل اوتبوت متى الف بقى اصبح بتاعت الادارة تسعين في المائة. خلاص? طب الاكشل اوتبوت يعني في الحالتين باسم يعني دايما الاكشل اوتبوت هو فوق. وباسم على ديزاين كباستي يدين ايه? يعني معناها انا مستخدم المصنع ده كم في المية من الطاقة الانتاجية بتاعته. فلو انا مثلا الاكشل سبعين الف. يبقى سبعين الف على مية الف في المية دي كيه? سبعين في المية. يبقى انا مستغل سبعين في المية من الطاقة الانتاجية الكلية اللي ممكن المصنع ده ينتجها. النسبتين دول كل ما يعلوا كل ما يكون بعبر عن كفاءة الادارة. الناس اللي بيديروا المصنع دول لو النسب دي بتاعتهم عليه. يبقى المصنع ده هيبقى مصنع كويس. هنشوف المسال بالارقام عشان نفهم الفكرة. انا بتكلم على فضل. اه بالنسبة لنوطة هل اه لما يبقى يعني المقصود بها لو انا عندي السبع اعلى من ديماند. اه. لكن في عندي وانا بعمل له كويس فهل ده برضي بقى كباستي ولا? يعني انا معتبر الانفنتوري بزيره عشان يبقى عشان يبقى الحالة دي? مش لازم يبقى زيره. ما انا هوريلك بقى ايه? انت اللي وقت اللي عندك كباستي. خلاص? بنعمل ايه? الكلام ده كان فيه في الشطر الجاي ان شاء الله. احنا دلوقتي نفترض انا الشهر ده كان اه احنا هنجد مثلا استراتيجيات للانتاج. هتدي لك مثلا استراتيجية ان انا بنتج بمستوى ثابت. انا بثبت ان انا كل شهر هنتج ميت الف. خلاص. بتحسب ازاي المستوى الثابت ده? بشوف الفركاستة مثلا بتاع ستة شهر اللي جايين. الشهر جاي مية مئة وعشرين سبعين ثمانين. بحسب الافريج بتاع الفركاستة. طلع لي الافريج مية. يبقى انا هتقرر كل شهر من شهور الخطة انتج ميت الف. هتلاقي مجموعة اللي انت هتنتج وقدم مجموعة الديماند بالظبط. بس انا ما امتكتش بمستوى متغير. انا استنتج بمستوى ثابت. باجي بعملي. اللي زايد عن الديماند فيه شهور هيبقى اللي انت هتنتجه اكثر من الديماند. هنضيفه على الانفنتوري. وفيه شهور هيبقى العكس هنسحب من الانفنتوري. فانا ممكن استغل الانفنتوري توابزورب الفرق ما بين اللي انا بانتجه وما بين اللي ايه? ما بين الديماند. طب فيه شهور دلوقتي لقيت ان مطلوب مني اكتر من طاقة الانتاجية. هعمل ايه? اشغل العمال اوفر تايم. كل يوم كده الشهر ده انا عارف ان المطلوب اكتر من امكاناتي. يبقى انا هعمل حسابي ان خلال الشهر ده. قبل ما ايجي يعني المعادل المطلوب فيه. ابدأ اشغل العمال بكل يوم ثلاثة اربعة يشتغلوا ثلاثة اربعة ساعات زيادة. الثلاثة اربعة ساعات زيادة دول على مستوى الشهر هينتجه لك الفرق. يبقى انا قادر استغل لي هنا ايه? حتة الوفر تايم. ممكن انا اعمل اوتسورسنج او صابت انتراكتنج. مطلوب مني اكتر من امكانياتي اروح على الشركة بتنتج نفس المنتج. طب انا مطلوب مني شوحنة كبيرة فانتج الحسابي الكمية دي يكون هو عنده فارض. خلاص? فانتج لحسابك القصر. فدي كلها استراتيجيات مختلفة لامتصاص الجاب ما بين ما بين الديماند. خلاص? فلو انا عندي بقى طاقة زيادة ممكن انا استغلها ان انا انتج لصالح الغير. انتكت وخزنت. بس المغزون الزيادة على زوم افرد ما فيه مشكلة حاجة بوز حاجة تعمل. فممكن انا انتج جزء الصالح الغير اعمل ساب كونتراكتنج الغير. الجزء هيتخزن. كده يعني حاجات جزء منه ان انا اه فيه حاجة اسمها باك لوج. باك لوج يعني ايه? يعني انا استخدم انتك فترة زمنية معينة عشان اساتسفاي ديماند بتاع فترات سابقة. انك انت ممكن العميد يطلب شحنة. انت اه كبير عليك. هتدي له جزء الشهر ده وتقوله الشهر الجاهاد ديك الجزء الباقي بس هتدي له لازم تديره ميزة. انها تقلل له سعر الوحدة شوية. بدل ما انت بتديه ربعاش هنددرك بتسعى مصر. ده شوية له هتأخذ. بدل ما انه انه هو مولك طبعا ليه ما نروح اجيبها من غيرك ما هو بيبيعه نفس السعر. ما انت عشان تشجعه. ففيه فيه استراتيجيات لامتصاص الجاب ما بين السابلاي وما بين الديماند. فطبعا احد الاستراتيج دي هو الانفنتوري. ان الفارق ده اخذينه. تمام? بس بشرط طبعا ان السير عين فهتخذينها يعني. ففيه حاجات ده ده ان شاء الله ده موضوع بيه الشابتر اللي جاي. هنتكلم ان انا ازاي ابزورب الليه الديفرنس ما بين السابلاي وما بين الديماند. سواء كان عندك بقى او عندك اندركابستي. هقول لك على استراتيجيات معينة ازاي تعمل ان شاء الله. طيق المثال ده. لو انا بتكلم مثلا على شركة. الشركة دي مثلا نفترض ان هي بتصنع عربيات. بتصنع التراكسي. فالديزاين كباستي بتاعت الشركة او ان هي شركة شاحن وتفريغ مثلا. فالديزاين كباستي ان انا اقدر اشحن خمسين تراك بردي. او اصلح عربيات مثلا خمسين تراك بردي. ده الديزاين. ده بفترض ايه? بفترض انك انت شغال. تلتمائة خمسة وستين يوم في السنة. تلات شفتات في السنة. خلاص. تلاتة شفتات سوريء في اليوم. وبطاقة اه العمال العمالة كاملة بنفترض ان فيش حاجة تتأخر. العمال معيدهم مزبوطة. فيش حد بيعيا. مش حد مرتاق يرتاح. المكان مش محتاج صيانة. الدنيا ماشية زي الساعة. خمسين. نيجي بقى نخصم الوقت اللازم من راحة العمال لسيانة الالات لراحة السوئين. الشائلين اللي هيحملوا العربية. فلاقينا نفسنا لما نخصم كل ده. اصبحت بتاعتي اربعين تراكس بردي. يبقى اصبح دلوقتي المدير هلمه الافكتف كباستي ولا الايديال كونديشنز. خلاص. زيها زي الديزاين. بس الديزاين مش واغد بقى في الاعتبار ان الناس عايزة ترتاح والمكان عايزة ارتاح ويتعملوا صيانة. مفيش الكلام. لكن الافكتف عدده اشيء اشيء بعض الالاونس المنطقية. في الاخر بقى الاكتفى الاوتبوت سيرتي سيكس تراكس بردي او يونيس بردي. فبص على الاكتفى اقلم افكتفى اقلم انتظام. دعا ما اجي احسب الافكتفى بتاعت المصنع ده. يبقى باخد الاكتفى الاوتبوت على الافكتفى كباستي. يبقى سيرتي سيكس على فورتي تايمز هاندري طلع لك ناينتي برسنت. يبقى الافكتفى بتاعتي ناينتي برسنت. ازا انا اللي عايز احسن ادائي ارفع الكنان ده. حاول تقرب الاكتفى من الايه. شوف الحاجات اللي كاد بتضيع بدون اسباب حاول تتجنبها. يعني التأخير اللي بيحصل في الروما تيريز عن وضعه الطبيعي حاول تحليه. خلاص? وفر عربيات اللي ونهده كلها. حاول الاعطال الصيانة تتعامل اللاتف معايدة عشان ما يحصلش اعطال مفاجئة. فكل ده يقرب بالاكتفى من من الافكتفى كباستي. طيب هني اسم الاكتفى الاوتبوت اللي هو ستة رجلتين على خمسين يبديك اثنين وسبعين في المية. اذا انت مستغل كم في المية من طاقت المصنا ده? اثنين وسبعين في المية. هل هتقدر اتخالها في المية? استحالك. خلاص كده? هتقدر اتصالها مية في المية. استحالك. لانك انت استحالة البنادمين اللي بيشغله هيبقوا روبوتس. خلاص? لا بيعيوا ولا بيشربوا ولا بيشربوا ولا بيرتاحوا ولا لقصوا لا. ان المكان بتاعك هيبقى شغال كده مش محتاج ان هو حتى ارتاح. نهائي. تمام? فطبعا استحالة دي طبعا مية في المية. طب هل هقدر اوصل الى تسعين في المية? بالضبط. يعني ما عندكش هنا الفاقد مفيش. طبعا دي صعبة شوية. ممكن ممكن. يعني ممكن ممكن. لكن صعبة جدا. وبالتالي بقى المدير دايما عينه على دي. عايز دي وصل لدي. دي مش هيوصل لها. لازم قلت مش هيوصل لها. يعني كي يا دكتور دي حاجة لكن احنا تركيزنا على تركيزك دايما على لان صعبة جدا الوصول لي. انا بهدفي الاول ان انا عليه. لكن دي طبعا مية في المية مش هيوصل. فدايما ايه انا كمدير انا عيني على الرقم ده. حاول اوصل ده لده. ان ده شغال في الايدل سيتيوشن. لو انت قدرت تخالي المصنع بتاعك. يبقى كله شغال في الايدل كونديشن. يعني ايش حاجة بتحصل غلط. يعني بتاع المادة الخامة اللي انت تبشرها تلاتة ايام. اثبت التلات ايام دي ما اخالي المواد الخام متأقرش يوم. يبقى انا لو عندي بجيب حاجات بعربياتي. بعربياتي تبقى جاهزة. معمول لها سيانتها في وقتها عشان ما تعطلش يوم ما تجيب الحاجة. القصص دي كلها عشان نتجنب القصص دي. يبقى انت بترفع من بتاعت المصنع. دي الفكرة بتاعت الكلام ده. دكتور يعني اه نقدر ان اقولت الايفشنسي اه. 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 احط ترجع للصفحة. احط ترجع للصفحة. احطت. اقولي افشنسي هنا اه اه. ممكن يبقى المسؤول عنها اكثر الاوبرايشن بس الوتوليزيشن ممكن مسؤول عنها الماركتينجي او السيلز. لا هو كله المسؤول عن الاتنين هو الابريشنس انه هي كلها ايه اللي هو بالنسبة لي الاتنين دولوا سابتين المتغير هو الامتشل اوضوت فمين اللي بتحكم في الامتشل اوضوت هو الابريشنس مش المارتنج المارتنج ده لها علاقة بالدماند لكن انا هنا بتكلم على انتاج بنتك بصرف منظر عن الدماند بتاع دي يعني هنا ما جبت سيلي الدماند قدي خلص فهنا كله مسؤولية الابريشنس مش المارتنج تمام الريتما دي عدد ببين الجاب ما بين يعني هنا دي تسعين في المية دي اتنين وسبعين في المية يعني انت بتكلم في فرق حوالي سبعتاشر في المية ما بين هذا طبعا مؤشر لازم احسن بتاعتي كلما تحسن اليفيشنس بتاعتك كلما بتاعك حيزيت ان الاثنين مرتبطين بايه بايه الاخشل فانت لو الافيشنسي زادت يبقى الاخشل اوضبط بتاعك زاد تقرب من الافيكتف كباستي يبقى معنى كده انا قربت من الافيكتف كباستي لكن زي ما قلت ان الافيكتف كباستي ده كده ايه فان مش هتحلم واصل تمام لكن الافيكتف كباستي ده حلم ممكن ايه نوصله ينه لكن زي ما قلت بصعوبة شوية لكن تقدر تقلل الجاب او تحسن حتى النسبة وتقرب من المية في المية مش لازم تتوش المية في المية لكن نقرب من المية طيب عشان نفهم فكرة الافيكتف كباستي تاني دلوقتي لو الدولة مثلا قرر بتبني مصنعين مصنع ليه الكيميائيات مثلا في اسكندرية ومصنع زيه في القهر والاثنين معمولين ان الديزاين كباستي بتاعهم مية وخمسين الف طن في السن طيب المصنعين الاثنين مهيئين او الماكسوم كباستي اللي ممكن ينتجوها مية وخمسين الف وطن في السن دي كتلاقي هل معنى كده السؤال الاولى هل معنى كده ان الافيكتف كباستي في المصنعين لازم فيه زي بعض مش لازم ممكن تلاقي ان المصنع منهم الافيكتف كباستي بتاعتهم مية الف ومصنع تاني تسعين طب الفريد اجيه ده ايه احو هاي دي بقى المحددات اللي بتأثر فيه الافيكتف كباستي راس هي دي اللي بتخلي الافيكتف كباستي تقرب من الديزاين كباستي او تبعد عنه اول حاجة مثلا الحاجات خاصة بالفاسيليتي اللي هو المصنعين نفسه الصيز بتلاعه اللي او الهيدي اللايتي الانتليشن مثلا ترى حقيق مثال بسيط المصنع مثلا اللي في القهرة الاضاءة في ضعيفة المصنع الاسكندرية الاضاءة في قوي فالاضاءة القوية خلت الناس هنا ينتجوا اكتر من الهي المصنع ده فيه تاكيفات وفيه وتهوية فالعمال نشيطة بتشتغل المصنع التاني مكتوم الخطة مش كويسة فبينتجوش كويس اللي اوت الدزاين بتاع المصنع من جوه ممكن المصنع ده معمول فيه اعمدة طريقة غريبة بتعوضك الحرفة جوه المصنع ده معمول بطريقة افضل فده وارد كل ده يأصر طب الحاجة التانية المصنع الكيمويات ده هينتج 150 الف طن وده هينتج 150 الف طن بس المصنع ده ركز في منتجين بس خلاص المصنع ده مركز في 10 خمس منتجات حاجات فكلما التنوع يزيد كلما الـ فلونا بنتك الـ انتجيتك تبقى أسرع فالـ بتاعتك هتبقى طيب الحاجة التانية الـ زي والـ المصنع ده معين ناس بتاعتهم عالية فالـ بتاعتهم عقل المصنع ده الناس تعبانة فالـ بتاعتهم عقل المصنع ده بتاعت المنتج أعلى من ده ازاي دول بيطلقوا المنتج سليم من أول مرة دول المنتج بتعاد عليه مرة اثنين وثلاثة عشان يطلق كويس المصنع ده بيعمل للناس فالناس فهمها بتشتغل كويس ده ما بيعملش المصنع ده لما بيجي عين حد بيعمل لهم انتربيو بيفطار ناس فهمة أو بيجيب ناس عندهم مثلا في المصنع ده بيعمل العمال ده ما بيعملش ده المصنع ده معدل الغيابي عالي المصنع ده العمال غيابها بيتحزنوا على الغياب وكلام منها فبيغنوش المصنع ده عشان عيوب اللي فاتت دي ما بيشجعش الناس اللي همورده كلها بيعمل 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 يشتغل سنة ولا اتنين ويمشي المصنع ده اللي بيجي يشتغل ما يمشيش يبقى كل ده بيأثر على ال 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 الدزاين كباستي زي ما قلنا بتفترض ان المصنع شغال 365 يوم في السنة 24 ساعة في اليوم طب جي المصنع في الكندرية اشتغل شفتين بس وبتاع الفهر اشتغل ثلاثة فأكيد اللي فاتت الكباستي هنا اعلى من هنا الدزاين كباستي واحد انك لو اشتغلت 365 يوم 24 ساعة في اليوم 30 يوم في الشهر هتجيب الايه ال ال الكميدي لكن اللي هشتغل شفتين بقى ولا شفت ولا شفت واحد ولا ثلاثة شفتات هتفرق اللي ايه لان في عدد الشهرات اللي انت تشتغل طب المصنع ده عنده نظام يعني ده كل يوم بعد معيد العمل الرسمية بيصهر كم عامل كده يشتغل وينتجه وقت اضاف المصنع ده السياسة دي مش موجودة عند ساعة اربعة نيفل المكان وينيبشي ده ما عندهش السياسة دي فكل ده هيأثر في اللي بعد الشفتات وال المصنع ده عنده دائما مشاكل بتاعت ده ما عندهوش ده عنده مشاكل في الخاصة بالروماتيري ده ما عندهوش المصنع ده عنده مغزى نيضة يخزن فيه كميات كبيرات ده ما عندهوش اذا كل ده عوامل برضو بتأثر فيه لكن اللي اثنين المصنعين المفروض الديزاين كابستي مية خمسين لكن بسبب اختلاف الحاجة ده برضو بعض زي ورحاوسن وترانسبرتيشن ودرستربيوشن واحد مصنع منهم عنده مشاكل في احد الامور دي عن التاني ده ما عندهوش فكل ده بيرس المنطقة دي اللي ستندرس على البوردكت تعلم من ده وبالتالي لازم المنتج ببطق شوية عشان يطلع بالمواصفات المطلوبة ده لأ اللي بتعاملوا معاها هنا غير هنا يعني كل دي امور بتأثر على يعني بمصنعين نفس لكن لكن هادي كل ده يبقى دي كلها بنسمى واضحة كده جبا واضحة دكتور تبقى واضحة دكتور طيب اما نيه نعمل بقى فرميليشن ليه الاستراتيجي دايما الاستراتيجي او الاستراتيجي بتوقع بيزد على مجموعة من الخاصة بالمصنع يعني وبتاع الفترات القادمة والتكنولوجي اللي ممكن بتحصل والبهيفور بتاع فلما انت تيجي تعمل الاستراتيجي بتاعتك لازم تاخد في الحزبان كل دول يعني لازم تاخد والفاريابيليتي اللي موجودة في الديماند يعني الديماند عشان كيف بناء الفوركاستين فالفوركاستين بتاع الديماند قد رأى حدد الجروس ريت بتاعي والفاريابيليتي بتاعتي هل الديماند ستيبل ولا كبير ولا عام التكلفة الخاصة بان انا ابني المصنع نفسه ما انت لو المصنع تكلفته غالية فانت هتبني مصنع صفية لكن لو التكاليف المباني رخيص هتبني مصنع كبير التكنولوجي هل التكنولوجي لما بتغير التغيرات سريعة كل سنة بتغير زي الحاجات التطورات في صناعات الكمبيوتر والفلاش ميموري والسي دي والكريسوس دي تطورات بعد السي دي الفلاشة بعد كده الكلاود وقصص كده برضو البيهيبيور بتاع الكمبيوتر لازم تكون خاص في الحزبان والافيليبولي بتاعت الكابيتل اللي هو رأس المال اللي انت هتشتغل بي كل ده بيأثر في موضوع بتاعت الكاباستي بتاعت دي الخطوات الخاصة بانه انا في لغاية كده هنبدي بريك بحيث نحن خاول الخطوات دي لانه هنبدأ بقى في الجزء بعد البيهيك ان شاء الله طيب حدنا عنده اي استفسار قبل البيهيك طيب هناخد بريك لمدة نصف ساعة ونرجع نكمل شغلنا ان شاء الله تماما ركتور اوكي تماما